بسم الله الرحمن الرحيم لا تاريخ طويل وله رحلة وحكاية كان لابد من وجود رئيس المنظمة لتسليم سيد الرئيس هذه الشهادة التي تعني أن مصر أو أول دولة على مستوى العالم تحصل على الشهادة الذهبي للتخلص من فيروسي الحقيقة بعد ما كانت مصر يوجد بها عدد من الحالات في 2008 بعد ما كان عام حصل المسح أن كان 14% من المصريين من فئات العمرية من 15 إلى 59 سنة يعني فيه إيجابية لوجود أجسام منعية وأيضا المسح الذي أكد إصابة بالفيروس والرحلة الطويلة منذ تولي السيد الرئيس في 2014 عندما وعد بالإنهاء أو العمل على إنهاء هذا الوباء أو هذا المرض الذي طالما أصاب أجباد المصريين وأثر على الحياة الاقتصادية للعائلات وأيضا على مستوى الدولة ومنذ هذا التاريخ الواقع الحقيقي أن حصل تنسيق لكل الجهود الوطنية سواء في التوعية أو اللقاية أو العلاج وطبعا ما أثبتته مصر من خلال 100 مليون صحة الذي بدأ في أكتوبر يمكن في نفس اليوم في هذا العام من 2018 يعني ليس ببعيد عندما استطاعت مصر في خلال فترة لا تزيد عن 7 أشهر أن يتم الكشف على 63 مليون مواطن وهذا هو الرقم القياسي الذي يتم درسته على مستوى كثير من الدول العالم الآن حتى تستطيع أنها تكتشف عدد كبير من الملايين المصابين بالفيروس ويتم ربطهم ببرامج التشخيص والعلاج المجاني كل هذا المجهود الذي تم من خلال أكتر من 4300 وحدة رعاية أساسية وأكتر من 400 مستشفى وما يقرب من 135 فريق متحرك و60 ألف عامل تم تدربهم على هذه العملية الكبيرة الضخمة التي تمت ومن خلال هذا النجاح وصلنا إلى ما نحن فيه الآن وفي هذا الصدد تم إعلان اللجنة الدولية في اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 23 بالإجماع بتأييد قرار اللجنة الإقليمية بمنح مصر المستوى الذهبي للإشهاد ومن هذا كان وجود السيد الرئيس المنظمة وفريق العمل من خلال المكتب الإقليمي والمكتب القطري للمنظمة الصحة العالمية للتسليم الرسمي لسيد الرئيس هذا الإشهاد أترك المجال لسيد المدير العام لإلقاء ضع على ما تم من خلال لقاءه بالسيد الرئيس دكتور تدرس، please شكراً، thank you, Minister Khalid Good afternoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبت بحيث عن المتحدث عن المتحدث عنه سيدة عبد الفتح السيسي ومعه بحيث عنه بإمكاني المتحدث عنه أن أجبت أن أجبت أن يكون المدينة في العالم لتحصل على المستقرات المتحدة على المساعدة لإنسان ترجمة نانسي قنقر لايحدة محدودة سيطرة ، يمكن أن تكون قوية ليرهزة وموضع بلايسبة للمشاكل وموضع بلها. هناك تواجهي لحظة 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 بسبب البنطة الموجودة التي ستحصل على ستحصة موضوع فعليها إلى السنوات التي ستحصل على حظة لحظة الإنسانية. ولكن عبداً، 80% من الناس الذين يتبعون بحيطة أشياء لا يتبعون بحيطة أشياء و حقاً 90% لا يتبعون بحيطة إيجابة تظهر إلى العالم أن هذا لا يجب أن يكون هناك بحيطة أشياء المعارضة في الميليان ساحاة أجبت دياغنوزة لحيطة 90% من الناس يتبعون بحيطة أشياء وقدمت بحيطة أشياء لكي من الناس هذه أشياء تقوموا بحيطة الوحيطة بالتحرابات دياغنوزة للإدانان لأن تفكيح بحيطة أجبت تفايلهم وكي لقدمت بحيطة كبيرات وغلبت بحيطة مرات الأشياء ومع تحرابات الناس للتحرابات تفايل الحالية من المعارضة وغلبتها و كما أميس المعارضة وضع ميليون with technical guidelines and tools providing a human rights-based approach to hepatitis C diagnosis and treatment. We also advocated for the inclusion of vulnerable groups such as refugees and migrants, and we appreciate Egypt's commitment to include migrants and refugees. Egypt's success is an example for the world of what's possible, and it's not the only health achievement of which Egypt should be proud. It follows Egypt's validation last year for the elimination of rubella and measles, as we have announced last year, the elimination of rubella and measles. On behalf of WHO, I congratulate Egypt for this achievement, and I thank everyone who has contributed to it. Gold tier means you're very close to the finish line. We encourage Egypt to continue moving forward towards the destination of eliminating hepatitis C as a public health problem, and WHO will be with you every step of the way. شكرا جزيلا and back to you, my brother. شكرا جزيلا, and back to you, my brother. شكرا جزيلا, and back to you, my brother. وقال أنه شرف بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم له الإشهاد الرسمي على أن مصر هي أول دولة في العالم تصل إلى المستوى الثهبي على طريق القضاء على الفيروس للثهاب الكابي جيسي وقال أنه يوم عظيم لمصر وللصحة العامة ولتاريخ الصحة العامة بصفة عامة وأنه منذ أقل من عقد مضى كانت مصر تمتلك أعلى معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكابي جيسي ولكنها الآن أصبحت تملك أقل معدل للإصابة ذكر الدكتور تدرس أن هذا المرض إذا تركه بغير علاقة يسبب السرطان ولكن على رغم أنه لا يوجد له لقاح ولكن هناك علاج يأخذ من مدة 6-8 إلى 12 أسبوعا ذكر أنه على المستوى العالمي هناك عداد كبيرة من الأشخاص يظلون بلا تشخيص نسبة كبيرة جدا وتسعين في المئة من هذه النسبة يظلون بلا علاج وهذا الوضع لا يجب أن يستمر وأشار إلى أنه من خلال التزام فخامة الرئيس نجحت مصر في تحقيق هذه المستويات التي تتخطى الغايات المحددة للمستوى الزهبي على طريق التخلص من التهاب الكابي السي أشار أيضا دكتور تدروس إلى أهمية تضمين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل النازحين واللاجئين وأن هذا الإنجاز الكبير الذي وصفه بأنه مذهل في الحقيقة أنه ليس الإنجاز الوحيد الذي يجب أن تفخر به مصر حيث أنها قد نجحت كما ذكرنا في العام الماضي أن مصر قد تخلصت من الحزبة والحزبة الألمانية وتوجه الدكتور تدروس بالتهنئة لمصر وبإسم النظمة الصحة العالمية كلها وأوضح أن المستوى الزهبي وبالوغى مصر لهذا المستوى الزهبي يعني أن مصر تقترب تماما من تحقيق هدف القضاء على التهاب الكابد سي وأن منظمة الصحة العالمية ستظل مع مصر للمساعدة في بلوغ هذا الهدف شكرا شكرا شكرا